فالندى المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها خمس ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في اليمن أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعدة الملك سلمان الجوية بالعاصمة السعودية الرياض سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي تم استنتاجها من خلال التحقيق من وقوع الحادثة والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءته وقواعد الاشتباك وجدول حصل المهام اليومي وتقارير ما بعد المهمة والصور الفضائية وتقييم الأدلة